اشتركوا في القناة على الكزم ان عملية عسكرية مباغتة قادتها قوات سهام الشرق ضمن حملة سيف حوست وجدت بتحرير اخر مواقع تنظيم القاعدة في سلسلة جبال خلف ودي رفض واكد مدير امن محافظة ابيان مواصلة قواته ملاحقة وتتبع فلول العناصر الارهابية بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك خلال اجتماع موسع لقيادات وزارة الدفاع مستجدات الاوضاع الميدانية والعسكرية على ضوء استمرار التصعيد العسكري لمليشات الحوثي الارهابية وطلع رئيس الوزراء من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري على تقارير حول طبيعة الموقف العسكري واوضاع جبهات القتال وتخادم التنظيمات الارهابية مع مليشات الحوثي لمحاولة اقلاق السكينة في المناطق المحررة وخطط القوات والامن لمواجهة ذلك وافشال اي مخططات ارهابية او تصعيد عسكري في جبهات القتال اعلنت مليشات الحوثي عبر ما يسمى مجلس الدفاعي قالت حكومتها غير المعترف بها دوليا في صنعاء برئاسة عبد العزيز بن حبتور وتكليفها بتصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة انقلاب جديدة في نسف واضح لجهود السلام وقال مراقبون ان هذه الخطوة الحوثية المتقدمة تأتي في اطار تغيير شكل الدولة ونظام الحكم المزعوم ويعلان ولاية الفقه على الطريقة الايرانية بالاضافة الى انها خطوة للالتفاف على مطالب المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات وجهود السلام التي تقودها دول اقليمية واممية عقد فريق هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لقاءا مع الهيئة التنفيذية والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وقطاعي المرأة والشباب والشخصيات القبلية والاجتماعية في وادي وصحراء حضرموت وناقش اللقاء العديد من القضايا المتعلقة باوضاع الوادي والصحراء الاقتصادية والامنية والسياسية مطالبا برحيل كافة قوات المنطقة العسكرية الاولى وإحلال قوات النخبة الحضرمية بدلا منها وعبر المشاركون عن ارتياحهم الشديد لزيارة فريق هيئة رئاسة المجلس الانتقالي وقرب قياداته من القواعد الشعبية ترأس وكيل اول محافظة سقطرة رائد الجريبي اجتماعا للقيادات الامنية والعسكرية في المحافظة بحضور لجنة وزارة الدفاع ووقف الاجتماع امام عدد من القضايا الامنية والعسكرية في المحافظة والجهود المشتركة التي تتطلب تعزيز الاندباط الحفاظ على امن والسقرار الارخبيل واكد اللقاء على اهمية ان تقوم الاجهزة الامنية بواجبها في تنفيذ قرار محافظة المحافظة القاضي بمنع دخول القاعد للمحافظة نهاية الموجز لليقاء اشتركوا في القناة